أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب ثم أزكى الصلاة وأرفع استسليم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وحليفة الأوصياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك اللهم فكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وبقية أوصيائك إنك عزيز حكيم من حرم كفيل خدر آل محمد وحامل لواء كربلاء الدنيا أرحب بكم سادة الأكارم وأنتم بفناء من الوفاء شبيها بشيء من خصاله سيد الماء والحامل حرم رسول الله صلى الله عليه وآله نحار فيك أبى الفضل الذي فرقت منه الجيوش وهانت عنده الفرق تأتي الفرات بثغر دكه عطش فلم تذقه وعذب الماء يأتلق لأن صبط رسول الله في ضمأ وشارب الماء قبل الصبط مختلق هذا الوفاء بعباس كخافقه غذاه حتى انتهى من صدره الرمق يا سيد الماء لو قد ذقت بارده ما كنت أنت ولا كنت الذي عشق نهر الفرات وإن لم تسقه فلقد سقيت ماءه فضلا نبعه غدق يا مال الجود للعطش فمذ سكبت لم يعطش الدمع في الآماق والحرق جعلت جودك يا عباس قافية للماء إن ذكرت فالوابل الغدق السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد مصطفى ضياء الدين دام تأييده السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرون أصحاب الفضيلة والسماحة من العلماء والباحثون الأفاضل والأخوات الباحثات الفضليات السادة رؤساء الأقسام الأكارم ممثلوء الوزارات المؤسسات الحكومية المراكز العلمية والبحثية جميعا مع حفظ ألقابكم ومقاماتكم وصفاتكم على الرحب والسعاتبكم جميعا في رحاب حامل اللواء ومفرج الكرب عن وجه سيد الشهداء عليه السلام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الجواد عليه السلام العفاف زينة الفقر والشكر زينة الغنى والصبر زينة البلاء والتواضع زينة الحسب والفصاحة زينة الكلام والعدل زينة الإيمان والسكينة زينة العبادة والحفظ زينة الرواية وخفض الجناح زينة العلم وحسن الأدب زينة العقل وبسط الوجه زينة الحلم والإيثار زينة الزهد وبذل المجهود زينة النفس وكثرة البكاء زينة الخوف والتقلل زينة القناعة وترك المني زينة المعروف والخشوع زينة الصلاة وترك ما لا يعني زينة الورع فالإمام الجواد عليه السلام يشير إلى منظومة تربوية يستطيع كل إنسان أن يعتمد عليها في الارتقاء بنفسه وتربية روحه بوصفه فردا وكذلك يسعى إلى ترسيخها في أسرته وعمله وكلا بحسب دوره في الحياة انتهاءا بتربية الأمة على وفق المنظومة التربوية لأهل البيت عليهم السلام ضمن أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي يعقد تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان وبعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرج والأمة تقيم جمعية العميد العلمية والفكرية مؤتمر الإمام الجواد عليه السلام الدولي الثاني خير ما نبدأ به آي من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الكريمة طارئ العتبة العباسية المقدسة الشيخ علي الساعد نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحضور المبارك الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الأعمال وأطيب الأقوال ذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم وصل يا رب على خيرتك من خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين طيب الله أنفاس القارئ وأسمعكم جميعا وتقبل الله منكم بأحسن قبول أيقتل ضمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساق على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فواله فنفسي للحسين وما جنى عليه غدا تطف حربه الشمر تجمع فيها من طغاة أمية عصابة غدر لا يقوم لها عذر فلما التقى الجمعان في أرض كربلا تباعد فعل الخير واقترب الشر فحاطوا به في عشر شهر محرم وبيض المواضي في الأكف لها شمر وآل رسول الله تسبى نساؤهم ومن حولهن الستر يهتك والخدر سبايا بأكوار المطايا حواسرا يلاحظهن العبد في الناس والحر فويل يزيد من عذاب جهنم إذا أقبلت في الحشر فاطمة الطهر ملابسها ثوب من السم أسود وآخر قان من دم الصبط محمر تنادي وأبصار الأنام شواخص وفي كل قلب من مهابتها ذعر وتشكو إلى الله العلي وصوتها علي ومولانا علي لها ظهر إلى شهدائنا الأبرار شهداء العقيدة والوطن نقف إجلالا لقراءة سورة المباركة الفاتحة بعد أن نضمن قبولها بالصلاة على محمد وآل محمد بأرفع أصواتكم نستمر وإياكم وقوفاً لاستماع نشيد لحن الإباء نشيد العتبة العباسية المقدسة اشتركوا في القناة فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت التبات وأنت الإباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت التبات وأنت الإباء وقد كنت جيش الفدى للحسين وقد كنت جيش الفدى للحسين شكراً جزيلاً لكم جميعاً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم بأحسن قبول الآن مع كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية للمؤتمر يلقيها الأستاذ الدكتور عباس علي الفحام نستقبله وإياكم بصلاة محمدية علوية بأرفع أصواتكم اللهم صلي على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر آثار سلطانه وجلال كبريائه ما حير مقل العقول من عجاب قدرته وردع خطرات هماه من نفوس عن عرفان كنه صفته وأتم الصلاة والتسليم على عبده ورسوله محمد الذي أرسله بأمره صادعاً وبذكره ناطقاً فأدى أميناً ومضى رشيداً وعلى آل بيته الأطهار الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب السيد الأمين العام المحترم السادة أعضاء المجلس المحترمون السادة الباحثون الحاضرون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين في شأن أهل البيت وهو كثير انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردا فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتظلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا من حضرة الإيثار وقداسة البطولة أقفوا بين أيديكم ممتناً مرحباً في المؤتمر الخاص بالإمام محمد الجواد عليه السلام في ضوء النسخة الثانية من أسبوع الإمامة الذي توخت فيه اللجنتان التحضيرية والعلمية تحقيق جملة من الغايات المعرفية والتربوية ومنها أولاً استلهام التراث الإمامي في مخاطبة أبناء العصر وحل أزماته ثانياً التزود من الزاد المعرفي والإنساني لأمتنا عليهم السلام ولا سيما في جوانب تربية الفرد وصلاح الأمة وهو موضوع إسبوع الإمامة لهذا العام ثالثاً استحداث مكتبة معرفية لإسبوع الإمامة بما تجود به أقلام الباحثين ويجتهد فيه المبدعون ومن هذا المنطلق اجتهدنا في طلب نوعية من البحث والتجديد مما يتوقع أن يضيف قيمة علمية لمكتبة المعارف حول الإمام الجواد عليه السلام فجرى استقبال ثلاثة وعشرين بحثاً أجريت عليها السياقات المعروفة من التحكيم العلمي على وفق سنة المؤتمرات الرصينة فقبل منها اثناء عشر بحثاً ثم انتخبت منها مجموعة للإلقاء لإعطاء الباحثين الفسحة في عرض فكرتهم ونتائجها فضلاً عن الفسحة للمداخلات التي تثري البحث والجلسة آملين من أعزائنا الباحثين أن يتطابق المنطوق مع المكتوب وأن تتناسب اللغة مع نص المعصوم فقد أمرنا بإعراب كلامهم لأنهم الفصحاء وأمراء الكلام وسادة البيان ولا بد لي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان لسماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزه وأمانة العتبة العباسية المقدسة فما كان لهذه المحافل العلمية الكبيرة أن تقام لو لا تذليل الصعاب وتيسير السبل كما أخص بالذكر الجميل زملائي في جمعية العميد وفي اللجنتين التحضيرية والعلمية والإخوة الأعزاء في مركز العميد ولا يفوتني تقديم الثناء على الباحثين الذين تجشموا عناء الكتابة والبحث والحضور فلله درهم وعلى الله أجرهم اللهم اجعلنا ممن سمع فخشع واقترف فاعترف ووجل فعمل وأيقن وأحسن وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظ أعرني من سنى عينيك لمحا يداوي من صروف الدهر جرحا يسكن خافقا بالشوق مضن به زند النوى يشتد قدحا علي أفض من التوفيق رشحا وهبني من سمى الإلهام نفحا إذا ألهمتني فالشعر وحي وإلا ارتد منه الحسن قبحا أبا الهادي إليك القلب يهفو كهفو الطير رفرفة وجنحا عظيم أن توصفك جل معنا منيع يكبح الألباب كبحا به الشعراء قد ثملوا ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا والآن مع بدء الجلسة البحثية يتفضل الأستاذ الدكتور على جبر الموسوي رئيسا لها ويصحبه الأستاذ الدكتور شوق مصطفى الموسوي مقررا لها نستقبلهما بالصلاة على محمد وآل محمد بأرفع أصواتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد النائب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة الحضور كل باسمه ولقبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد وصلنا إلى الحديث عن الإمام الجواد سلام الله عليه حديث عن قرة عين الرضا سلام الله عليه حديث يطول مع طول السنوات التي قضاها الإمام في هذه الحقبة التي نعرفها جميعا حقبة بانت لمن قرأ التاريخ بضغوطات كثيرة وبمعارف كثيرة ظهرت عن الإمام حينما نقول إن العتبة العباسية المقدسة كرست جهودا كبيرة لإقامة هذا الإسبوع وحاولت جاهدا أن تحصر أو تجمع ما يمكن جمعه في هذا الإسبوع من حديث عن الأئمة وجد المختصون والمشرفون على هذا الإسبوع مقدارا كبيرا مما تحمل أحاديث وروايات وأفعال وأقوال الأئمة لا يمكن الحديث عن الجمع في هذا الكم الهائل من الثروة التي أعطيت إلينا عن طريقهم ولذلك حاولنا أن نوجه الأنظار وأقلام الباحثين إلى ثيمة محددة في ذلك فاختيرت هذه الثيمة ومع ذلك كانت بذات نطاق واسع في الحديث وفي تناول أقلام الباحثين ولذلك لو عددنا أقلام الباحثين أو الأبحاث التي وصلت لو وجدناها كثيرة ومن خلال لجان العلمية مختصة اختيرت بعض هذه الأبحاث ثم بعد ذلك اختيرت أبحاث الأخرى للإلقاء مع قبول للأبحاث الأخرى هذا الأمر قادنا إلى أن نحاول جاهدا في رؤية من اللجنة العليا المشرفة على هذا الأسبوع وهذا المؤتمر أو مجموعة المؤتمرات إلى أن تفتح الباب للسادة الباحثين بأن توفر ما يمكن توفيره من الوقت لعرض الفكرة وأن لا يكون هناك ضيقا أمام الباحث في عرض ما يمكن عرض مما كتبه في بحثه ولذا كانت هناك يعني عشرون دقيقة لكل بحث تقدم للباحث لعرض ما يمكن عرضه من يعني من مادته البحثية وست وستكون هناك مفاتشات بعد كل بحث بمقدار الدقائق عشر لفتح المجال أمام السادة المستمعين الملاحظين لمفاتشة الباحث فيما يطرحه من أفكار تعزيزا لمنهجية البحث ومادة البحث وتكثيفا لما يمكن أن يساعد في إغناء المادة البحثية لكل باحثين وتفسيرا لما يمكن أن يكون هناك من غموض قد يعني يظهر في هذا البحث لدى المستمع ولذلك نحن نرجو من الباحثين الكرام أن يلتزموا بهذا الوقت حتى لا ندخل في ساحة الصراع مع الوقت وأنتم تعرفون أن هذه الساحة قد يعني تسبب لنا إحراجا كبيرا أنظر أن الوقت الذي يعطى للباحث سيكون جيدا في استدراج أفكاره وعرض ما يمكن أن يكون الثيمة المهمة والنتائج التي توصل إليها في بحثه مع شرح واف في هذه الدقائق وستكون هناك مفاتشات للباحث بالوقت المتاح لدينا وهو الدقائق المعلن عنها ونبدأ ببحث الافتتاح وهو بحث حمل عنوان ستراتيجيات التنمية الاجتماعية في حركة الإمام الجواد عليه السلام الإصلاحية قراءة معرفية للاستاذ الدكتور وليد عبد الحميد فرجل الأسدي فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم السيرة الذاتية لجناب الدكتور الأستاذ الدكتور وليد عبد الحميد الأسدي التخصص العام العلوم الإسلامية التخصص الدقيق العقائد ومقارنة الأديان شغلة العديد من المناصب أهمها منصب عميد كلية الفقه جامعة الكوفة 2013 إلى 2018 حاليا أستاذ العقائد ومقارنة الأديان في جامعة الكوفة درس وحاضر منذ سنة ولا يزال في المراحل الدراسية الأولية والماجسير والدكتوراه في كلية الفقه وفي عدد من الكليات العراقية أنجز أكثر من 30 بحثا علميا وأشرف على العديد من رسائل الماستر وطاريح الدكتوراه في الجامعات العراقية شارك في عشرات المؤتمرات العلمية شارك في عشرات الندوات أيضا الندوات العلمية والفكرية والنشاطات الثقافية داخل العراق وخارجه عضو لجنة خبراء تخصص مقارنة الأديان في وزارة التعليم العالي وعضو لجنة تحديث وتطوير المناهج تفضل لكتور تفضل لكتور والذي والذي قدر فهدى والصلاة والسلام على البشير النذير المنقذ من الضلال بإذن ربه المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة السيد نائب الأمين العام السادة العلماء الأفاضل الأساتيذ الكرام الأخوة الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بداية علي نعترف أني بين العلماء كحامل التمر إلى هجر إن أنا إلا طويل بعلم بحثت في موضوع أظنه موضوع له أهمية في عصرنا هذا في موضوع التنمية الاجتماعية سادة الكرام إن عدنا إلى التاريخ الإسلامي نجد أن عندما التحق الرسول صلى الله عليه وآله بالرفيق الأعلى قد أحدث هذا الالتحاق هزة عنيفة اجتماعية في المجتمع الإسلامي إذ ظهرت بوادر الإنقسام المجتمعي فكان الاختلاف والخلاف لأسباب سياسية دينية وأحية العصبية القبلية وظهر الصراع والنزاع على النفوذ والمكاسب والمصالح ولما استولى الأمويون على السلطة تجدر كل ذلك وترسخ وتشعب واتبعوا بالترغيب والترهيب سياسة فرق تسود في المجتمع الإسلامي من جهة وسياسة تغييب وتزييف الوعي من جهة أخرى وعلى نهجهم سار العباسيون أهم القواسم المشتركة بين الأمويين والعباسيين في ذلك استعمال السطوة السلطة ومكرها وبجميع الوسائل المتاحة لتحقيق أمرين الأمر الأول أو لتحقيق هدفين هدف الأول إبعاد المجتمع عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الهدف الثاني جعل المجتمع الإسلامي يدين بالولاء للسلطة السياسية الحاكمة فكان من أخطر التحديات التي واجهت المجتمع الإسلامي عموما والمجتمع الشيعي بخصوصا طيلة تلك العقود العجاف استهداف المجتمع بثقافته وهويته وفي نتاجه الفكري وفي بنائه الاجتماعي حتى سعت السلطات المتعاقبة بتطبيق سياسات البطش والتنكيل والتعذيب والتجويع في محاولة منها وبجميع الوسائل القمعية لتحويل المجتمع قصوصا المجتمع الشيعي إلى تجمعات بشرية متناثرة تعيش على هامش الحياة تحت وطأة الفقر والفاقة والحرمان والتهميش والتشويه والإزدراء ومنذ الأيام الأولى تصدى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشجاعة وجرأة وإقدام لتلك المحاولات ومن المبادرين للتصدي السيدة العظيم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في قطبها كلماتها مواقفها والإمام وأمير من عليه السلام تصدى وهكذا جميع الأئمة عليهم السلام لينهض الأئمة عليهم السلام بمشروع نهضوي رياد لإعادة بناء المجتمع الإسلامي بناء رصينا صحيحا بناء هذا المجتمع بجميع أطيافه ولهندسة المجتمع الشيعي هندسة اجتماعية خاصة فكانت للأئمة صلوات الله وسلام عليهم حركية شمولية في التنمية الاجتماعية واحدة موحدة في أصولها وفي أسوسها وفي مناهجها وفي متبنياتها وأهدافها وهذا المشروع حمله الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه سبب اختيار البحث سادة الكرام شعوري بالحاجة الفعلية لمعرفة حركية الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في تنمية المجتمع الإسلامي تنمية حقيقية وفق مشروع أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وللإفادة منها في واقعنا المعاصر تتجلل مشكلة البحثية في بحث سادة الكرام في التساولات المتعلقة بتلك الحركية المباركة وفي منهج الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه القويم في تحويل التحديات والصعاب والأهوال التي عصفت بالمجتمع الإسلامي وخصوصا المجتمع الشيعي من تحديات خطيرة إلى فرص نهضوية حقيقية تصحيحية لانتشال للمجتمع من كبوته أن أهم أهداف البحث سادة الكرام البرهنة على أن التنمية الاجتماعية في حركية الإمام الجواد صلى الله وسلم عليه تنمية إنقاذية تنمية إنقاذية في الإصلاح الاجتماعي ولتحقيق الأمل المنشود ولترصين البحث في موضوعه ولتحقيق أهداف البحث فإن منهج البحث كان الجمع بين المنهج الوصفي التاريخي والمنهج التحليلي الاستقرائي وللإحاط بموضوع البحث توزع على مقدمة تبيينية وعلى مطالب تحليلية أهم مضامينها البحث في خصوصيات حركية الإمام الجواد صلى الله وسلم عليه التنموية لماذا الإمام الجواد لأن له خصوصية خاصة خصوصية اجتماعية خاصة ظن النظام السياسي الحاكم أنها الفرصة المواتية إذ وجدت السلطة الحاكمة في صغر سن الإمام صلى الله وسلم عليه فرصة سانحة لإيجاد قطيعة بين المجتمع وبين الإمام المعصوم وقد تناسوا عمدا جهلا لا أدري تناسوا قوله تعالى عن نبوة يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا وتناسوا قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام بعيد ولادته قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أعلنها بعيد ولادته في تلك الساعات ولما كانت الإمامة دينية بالدرجة الأساس ومن صفات الإمام الأعلمية المطلقة أوعزت السلطة الحاكمة بأمر من الحكام مجتمع رأي البيت العباسي على امتحان الإمام سنة ميتين وخمسة هجرية فأوعز إلى قاضي القضاة يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد بغداد كانت حاضرة العلم والفكر والثقافة والأدب والفلسفة فأوعز إلى يحيى بن أكثم يحيى بن أكثم بقي أيام وليالي يبذل جهود لإعداد العدة واتصل بغيره واستعان بغيره أيضا فجمع مسائل من أعقد المسائل العلمي وعقد اجتماع عام في البلاط العباسي ولما يكون اجتماع عام لامتحان الإمام في البلاط العباسي في بغداد هناك رمزية اجتماعية كبيرة من أجل الإطاحة بمركزية الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجرى الامتحان بحضور النخبة وبحضور الوجهاء ذهل يحيى وتحير من غزير علم الإمام وقف صاغرة بل أخبة صاغرة وكان للإمام صلوات الله وسلامه عليه حينئذ من العمر تسع سنين وأشهر يعني كانوا ينظرون إليه على أنه صبي لإيجاد قطيع بينه وبين المجتمع والنتيجة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه تربع على عرش السمو الاجتماعي في بغداد وبغداد حينئذ تقرر مصير الأمة بغداد مركزيتها الاجتماعية وثقل بغداد السياسي حينئذ كان يقرر مصير الأمة هذه المناظرة سبحان الله عززت مكانة الإمام في مجتمع بغداد وكان لشخصية الإمام صلواته الله وسلامه عليه أثر كبير في المجتمع الإسلامي عموما وفي المجتمع الشيعي خصوصا خصوصا بعد هذه المناظرة حينما أصبح الإمام صلواته الله وسلامه عليه علم الأمة منار الأمة لمؤهلاته وصفاته ومركزيته مؤهلات الإمام الفريدة تجلت في تقلده الإمام الكبرى حينما بلغ من العمر سبع سنوات حتى فاق في تلك السن أعلام الأمة طبعا هذا انعكس في المجتمع فاعترف الجميع بفضله حكام ومحكم اعترف الحكام والمحكمون بفضل الإمام اعترف الأعداء واعترف الموالون بفضله أما صفات الإمام العامة التي ظهرت للناس حينئذ في مجتمع بغداد فكان الصفات الكمال الإنساني المنشود فأصبح الإنسان الإمام صلوات الله وسلام عليه في ضمير الأمة وفي ذهنية المجتمع الفرد الأكمل بلا منازع ولذا جئ به إلى بغداد للإقامة الجبرية أطلق سراحه ليعاد إلى المدينة والإمام صلوات الله والسلام عليه كانت له مركزية لأنه كان موئل لشيعته وللأمة بل للمجتمع بمختلف أطيافه على أي حال بعد تلك الحادثة التي جرت في سنة مئتين وخمسة هجرية بعدها مباشرة وقبل أن يرحل الإمام من بغداد إلى المدينة زوجه المأمون ابنته ووراء الأكمة ما وراءها لماذا زوجه ابنته في محاولة منه للسيطرة على حركية الإمام الاجتماعي وأعاده إلى المدينة لأن المدينة كانت من حواضر التشيء حينئذ على أي حال شهد عصر الإمام الجواء يعني أنا أضطر أن أبتر القول يعني متغيرات اجتماعية كثيرة لأسباب مختلفة حمل الإمام الجواء صلواته الله وسلامه عليه هذا المشروع النهضوي الذي حتدتكم عنه رغم معاناته من السلطة الجائرة ومن المنحرفين ومن السياسات التي بلغت إلى حد الاغتيال على يد المعتصم العباسي أن الإمام نهض بمشروع في التنمية الاجتماعي عمل الإمام صلواته الله وسلامه عليه على إعادة هيكلة البناء الاجتماعي الذي تشرذم لأن المجتمع انقسم إلى قبائل ظهرت العصبية القبلية لأسباب سياسية وظهر أصحاب المصالح فعمل الإمام على إعادة هيكلة المجتمع وعمل الإمام صلواته الله وسلامه عليه على تفعيل التنمية الاجتماعية بعمل دؤوب من الوسائل التي استعملها الإمام صلواته الله وسلامه عليه في ذلك الخطب والمناظرات والتوجيهات والإرشادات والمحاورات والسيرة الفعلية الكريمة إضافة إلى المراسلات إلى حواضر العالم الإسلامي أحصل مؤرخون أكثر من ثلاثة وستين رسالة أرسلها الإمام صلواته الله وسلامه عليه إلى بغداد والكوفة والأهواز وقوم والبصرة وهمدان والري وسيستان وبست التنمية الاجتماعية في حركية الإمام الجواد كانت تنمية شمولية تكاملية مترابطة لتحقيق إشباع حاجات الفرد البيولوجية إشباع حاجات الفرد النفسية إشباع حاجات الفرد الاجتماعية طبعا الوقت لا يتسع لذكر التفاصيل المحافظة على النظم الرئيسة في المجتمع التي حاولت السلطة الإطاحة بها فتكاملت الهندسة الاجتماعية التي أرادها الإمام بإعادة بناء المجتمع نظريا وسعى الإمام من خلال وكلائه إلى تفعيلها عمليا كان للإمام صلوات الله وسلام عليه عشرات الوكلاء وكان يراسلهم ويوجههم فعملوا على تبصير شيعة أهل بيت عليه السلام بالتحديات الاجتماعية وبتفعيل مركزيتهم لإشراكهم في التنمية الاجتماعية من هؤلاء الذين ساعدوا الإمام صلوات الله وسلام عليه لتحقيق التنمية الاجتماعية صفوان بن يحيى البجلي الكوفي المتوفى سنة مئتين وعشر هجري وأحمد بن أبي نصر البزنطي المتوفى سنة مئتين وواحد وعشرين هجري والسيد عبد العظيم الحسني المتوفى سنة مئتين واثنين وخمسين هجرية هذا فري وذاك في المدينة وهذا بين الكوفة والمدينة وإلى بلاد الشام أيضا من نتائج التنمية من نتائج التنمية الاجتماعية وفق حركية الإمام الجواد ما ناله شيعته في عصره وفي العصور اللاحقة حتى نحن اليوم من تماسك داخلي في المجتمع وفق مبدأ الأخوة الإيمانية داخل صف المجتمع الشيعي ومن تآخي مع المسلم الآخر المختلف مذهبيا وفق مبدأ الأخوة الإسلامية مع تفعيل قاعدة التقية للتعايش الأخوي مع المسلم الآخر إن تطلب الأمر وكانت الظروف قاهرة والتعايش الإنساني مع الآخر المختلف دينيا الذي كان في بغداد وفي شرق الدولة وفي شمال الدولة الإسلامية على قاعدة وحدة النوع الاجتماعي وكل هذه القواعد لها وجود في تراث الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه هذا هذا العكس على المجتمع الشيعي إنعكاس إيجابي أصبح المجتمع أصبح المجتمع الشيعي نتيجة لحركية الإمام الجواد في التنمية الاجتماعية مساهماً في التنمية الاجتماعية مساهم في التنمية الاقتصادية مساهم في النهضة العلمية المجتمع الشيعي أصبح مجتمعاً حضارياً بفعل هذه الحركية التي قام بها الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه وتطورت الحركة العلمية المجتمع الشيعي تميز بفتح باب الاجتهاد وفق القواعد التي قعدها المعصوم والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه درب المؤهد المؤهلين للقيام بتلك المهمة إذن حركية الإمام الجواد باختصار شديد حركية إنقاذية إصلاحية لها قواعد وضوابط ومنهج وهذه الحركية صالحة للتطبيق اليوم أدعو إلى تركيز البحث فيها إلى استنطاق النصوص إلى قراءة النص موما وراء النص إلى فهم القواعد التي قعدها الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه في ذلك للإفادة منها لتحقيق بناء اجتماعي وتنمية اجتماعية مستدامة في عصرنا هذا الذي يتعرض فيه المجتمع الإسلامي لأقسى هجمات للإطاح به في تاريخه أعتذر منكم أيها السادة عن الإطالة واعتذر عن تجاوز الوقت ولكن العذر من كرام الناس عند كرام الناس مقبول شكرا لكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والي الطيبين الطاهرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته شكرا لجناب الشيخ الدكتور وليد الأسدي على هذا العرب لبحثه نفتح باب المفاتشة والحوار مع جناب الشيخ في حدود الوقت المعطى إن شاء الله نبدأ من من مقدمة الجالسين ثم نبدأ بالتسلسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته هياكم الله وبياكم دكتور حسام الكوفي كلية التربية المفتوحة النجف الأشرف تحية للسيد رئيس الجلسة والسماعة الشيخ والسيد مقر وجميع الحضور بصراحة هي مداخلة وممكن أن يستوحى منها بعض الأسفل أسئلة ابتداء نحن أمام شاشات إعلام وكل بحث وكل مؤتمر خاص بالإمام سلام الله عليه توجه إليه الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفاق فضلا عن ذلك كله الجالسون اختلاف اختصاصاتهم حينما يلقى النص أو يلقى البحث أو ملخص البحث الغاية منه هو التلاقع الفكري ووصول معلومة جديدة سواء كانت عن طريق سماحة الشيخ أو غيره البحث أول البحث التي تلقى وبصراحة أنا أعرف الشيخ عن بعد بحكم المنطقة وأنا متأكد أن لديه الكثير بصراحة حول هذا الموضوع لكننا للأسف لم نسمع التطبيقات الخاصة بهذا البحث نحن حينما نشترك في بعض المؤتمرات حتى وإن كان الوقت أقل من ذلك نحاول التركيز على القضايا الإجرائية لإفادة الآخرين منها فضلا عن ذلك نحن أمام الإعلام فبالتالي نحن سمعنا كلاما قد يفهم منه الخلط بين المنبر والإلقاء البحوث من حيث الاستطراد والاختصار مع احترام لسماحة الشيخ لكن بالنتيجة لم نفهم إلا العنوان بصراحة كنا نطمح إلى أكثر من ذلك وأنا على يقين أن الشيخ كتب ما فيه الفخر لكن لم نسمحه بصراحة شكرا جزيلا لك الشيخ الفاضل جزيتم خيرة على صعيد مستوى الضرح وعلى صعيد عسرنة الخطاب أشكركم على ذلك لكن الذي يناسب الأنوان هو تبين معالم هذا المشروع التنموي للإمام الجواد لا بيان الآليات أنه استعمل الكتابة استعمل الرسائل استعمل الوكلاء هذه آليات لتنفيذ مشروعه أما معالم وملامح هذا المشروع ولو بشكل عام هذا أنا لم أفهمه ربما جنابكم تعرضتم إليه يوجد توجد ملحوظة صغيرة جدا التنمية البيولوجية أنا اسمعت هذا المصطلح هذا يثير تساؤلي وشكرا العفو فقط هذه النقطة ليست تنمية بيولوجية إنما إشباع الحاجات البيولوجية سلام عليكم مصطفى مصر العاملي عندي ثلاث نقاط الأولى شكرا جزيلا على الإثارات التي مرت بالحديث التي تسلط الضوء على جوانب متعددة من تلك المرحلة التي عاشتها الأمة النقطة الثانية ذكرتم في ملخص البحث العبارة التالية من الحقائق التاريخية أن المجتمع الإسلامي واجه تحديات خطيرة تمثلت باستهدافه في هويته وانتمائه وفي ثقافته ونتاجه الفكري طلاقا من هذه العبارة أود أن أطرح سؤالا حول صيغة عنوان البحث عندما استعملتم مصطلح استراتيجية فبدل أن نستعمل هذه المفردة باللغة الأجنبية ألم يكن من الأجدر أن نستعمل المعنى المقصود منها في اللغة العربية هذه نقطة وفي نفس العنوان يوجد في الكلام الأخيرة ذكرتم قراءة معرفية فماذا تقصدون بالقراءة المعرفية هل المقصود منها قراءة تعريفية بالإمام أو بما أراد الإمام أم قراءة ناتجة عما نعرفه عن الإمام هذا ما أحببت التحدث عنه وشكرا أحسنتم جناب سادة الكرام أولا أشكركم على كل ما تفضلتم به هذه دورا أشكركم على إهدائكم هذه دورا حقيقة الوقت لم يتسع الوقت للإجابة أبدأ بالأخ الدكتور حسام دكتور حسام نعم أخي أنت أشكلته على أن التطبيقات لم تظهر حقيقة أنا كنت عازما على الحديث عن بعض هذه التطبيقات ولكن دكتور قال لي خمس دقائق فأضطررت إلى الإعراض عنها وهي موجودة في البحث إن شاء الله وسأرسل إليك البحث سماحة الشيخ الجليل يعني ما تفضلت به ما عرف كان سؤال محدد حول آليات آليات والله ذكرتها بست نقاط موجودة في النتائج أضعها يعني أمام لأنه أردت أن أتحدث عن النتائج والدكتور قال لي كفا أما بالنسبة نعم شيخي هذا الاستخدام استخدام الاستراتيجية التي تدل على الخطة العلمية الدقيقة التي تنتج وتثمر عملاً مستقبلياً لفترات زمنية وهذا بالضبط ما يعني فعله الأيمن صلوات الله عليهم كانوا يرسمون خطط يطبقها الشيعة أو نخبة من الشيعة بأوامر منهم لحسب الظروف والمستجدات والإمام جوا صلوات الله والسلام عليك كانت له حقيقة يعني في حركيته هي خطة دقيقة جداً للعمل بها طبقها وكلائه وبعضهم أشرت إليهم يعني تدعونا إلى التعريب وأنا مع التعريب أحسنتم معرفة الدكتور يمكننا المعرفية نعم يعني حاولت قدر الإمكان أن أقف وقفة تحليلية للتراث الذي ورد عن الإمام صلواته الله والسلام عليه وحركية الإمام مع المجتمع لأفهم منها ماذا أراد الإمام لمعرفة ماذا أراد الإمام وماذا أثمرت هذه الحركية وماذا ترتب عليها وهل من أثر لها في حياتنا اليوم أو نستطيع أن نستلهم منها في حياتنا اليوم هذه لا شك وأنت أستاذ المعرفة شيخنا الكريم هذه كلها تدخل ضمن القراءة المعرفية عفوا جناب شيخ الوقت لا يسمح لنا بأن نتداول جميع ما بين أيدينا ولذلك نرجو أن تكثف الأسئلة بسؤال واحد أولا ابتداء وأن يعذرنا الآخر إذا لم نستطع عن نفاتش الباحث في كل شيء ممكن بعد نزول جناب الشيخ أو نزول الباحث أي أن كان تكون هناك مفاتشة بين المتلقي وبين صاحب البحث للتفاوض بسعة الوقت استثمارا للوقت لا أكثر يعني يعني عفوا جناب الشيخ عفوا سنعتذر منكم أنه سنبدأ بالبحث الثاني استثمارا للوقت شكرا لكم العفوض البحث الثاني والذي نأمل فيه أن يعرض كما طلبنا ابتداء بأن يعني يستثمر الوقت المتاح للباحث ويعني يعطى أيضا الوقت الكافي للتلقي والنقاش والتداول البحث الثاني حمل عنوان قراءات تربوية في مرويات الإمام الجواد عليه السلام التربية الأخلاقية مثالا للاستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد بسمه تعالى سيرة ذاتية لجناب الأستاذ الدكتور فاضل الأستاذ الدكتور فاضل محسن يوسف الميالي أستاذ التربية وعلم النفس في جامعة الكوفة كلية التربية حاصل على شهادتي الماستر والدكتوراه في التربية وعلم النفس من الجامعة المستنصرية بغداد درسه في المأحد العالي لإعداد المعلمين في ليبيا للفترة من 1999 إلى 2001 أضو هيئة تحرير مجلة مركز البحوث التربية في جامعة قطر عام 2003 ساهم في تدريب مدرسي الثانوية في برامج التوجيه والإرشاد للطلبة أكمل فترة التدريب في مدرسة الطبابة العسكرية محاضر محاضر ومدرب في مركز طراق التدريس والتدريب الجامعي في موضوعات عديدة في علم النفس التربوي ونظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية في التدريس أيضا درسه في الدراسات العليا الماجستير وفي الدراسات الأولية في كلية التربية للبنات وكلية التربية المختلطة جامعة الكوفة ناقش وأشرف على العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه لديه العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المحكمة ومهتم بالعديد من الدراسات البحثية في تطبيقات نظريات التعلم والتعلم المعرفي والشخصية والقضايا الاجتماعية في علم النفس التربوي تفضل جناب الدكتور شكرا سيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلواته وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسوله على محمد وآله والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين السلام على سيد الوفاء ونحن بحضرته السيد أمين العتب العباسي المقدسة السادة العلماء الأجلاء الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب طيب الله أوقاتكم بالصلاة على محمد وآلي محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابتداء أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد المتولي أدام عزه على هذا المشروع الكبير الذي هو بحق حركة إصلاحية في تبيان تراث أهل بيت الرحمة سلام الله عليهم وأتقدم بجزيل الشكر إلى جمعية العميد وإلى اللجنتين العلمية والتحضيرية لحسن التنظيم ورقي التعامل خلال هذين اليومين ولاسيما في وقاء هذا المؤتمر الخاص سأقدم موجز ملخص لموضوع قراءات تربوية في مرويات الإمام الجواد عليه السلام التربية الأخلاقية نموذجا على وفق محاور مع مع استنتاجات وأفكار ضمن الثيمة الخاصة بالموضوع ما يرتبط بالموضوع ابتداء كمقدمة للموضوع هناك عبارة جميلة جدا في زيارة عشوراء تبين دعاء فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم نعم نحتاج للتوظيف هذه العبارة على أن تكون المعرفة لأئمتنا الأطهار تنطلق من بناء معرفي ومن وعي يتناسب ومقامهم الكبير هم امتداد لخاتم الأنبياء بل لجميع الأنبياء والرسل هذه نقطة أولى يجب أن نتبناها في متبنياتنا الذهنية ويجب أن نعمل على إشاعة الوعي بها ولا سيما في أوساط طلبتنا ولا سيما في الوسط الجامعي هذه نقطة جدا مهمة ثانيا يجب أن ننظر لأئمتنا الأطهار ولا شك في أن ذلك ينطلق من عقيدتنا من أنهم مدرسة قرآنية انطلاقا من الحديث النبو الشريف إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي إلى نهاية الحديث نعم اللي بعتها يجب أن ننظر لأئمتنا الأطهار من خلال أحاديثهم ومروياتهم على أنها استكمالا للحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وعليه وأنها تنبع من مضمون قرآني هذا شيء جدا مهم وأن نعمل على توظيفه وترسيخه فقراءاتنا التربوية هي ما يناسب موقعنا ومستوانا ونرجو من الله بجاههم وبقدرهم أن نصل إلى مستوى الوعي الذي يناسب مقامهم المعرفي إذن معرفتنا للأئمة يجب أن تنطلق من معرفة ذهنية من ذهن من معرفة وليس مجرد عاطفة لأن العاطفة متغيرة ولا يعتمد عليها في استمرارية أو استقرار السلوك النسبي عبر المواقف المختلفة كما نفهمه كأهل اختصاص في ألم النفس نعم على هذا المنطلق وهذا الفهم يجب إذن أن ننظر لحديث أئمتنا الأطهار بدلالة كل حرف به وأن نفهم ونوظف هذا الكلام وهذا المضمون أن نوظفه في مناهجنا المهمة في حياتنا ولعل أفضل هذه المناهج هي المناهج التربوية التعليمية في نظامنا التعليمي ابتداء من المدرسة الابتدائية وإلى الجامعة وسنبين عدد من الأفكار فيما يخص هذه الجزئية في محاور الموضوع إذن أمام هذا الدور الرسالي لأئمتنا الهدات يتعين على الأمة أن تكون بمستوى الوعي لمعرفتهم وفيهم دورهم من ذلك ننطلق إلى أن نجتهد في بيان ثقافة في الوسط النخبوي الأكاديمي في معرفة أئمتنا الأطهار هذا مستوى من الفهم وطرح مستوى من الفهم يتناسب ومدارك أذهان عامة المجتمع ولا سيما نحن على أعتاب شهر محرم والكثير من مشايخنا الأجل سيرتقون المنبر الحسيني وسيوجهون الخطاب إلى المجتمع وما أحوج المجتمع لهذا الخطاب وفي مقدمتهم النخبة البحث يستهدف قضية أساسية مهمة وهي كيف نفهم هذه المرويات كيف نوظفها كيف نبينها في التربية الأخلاقية حتى لا ضمن حدود الموضوع على وفق محاور ثلاث سأعبر المفاهيم الواردة في البحث وهي بناء الذات والبناء القيمي والتعبير عن الحاجات الإنسانية الجانب الأخلاقي عند الإنسان لا يتحدد بمظهر يتقنه الفرد من معاشرة فترة زمنية لجماعة من الناس سواء بالعيش معهم أو دورة تدريبية كما يعتمد في تحت مفهوم التنمية البشرية الأخلاق بناء عميق يتجه إلى شخصية الإنسان بالكامل هذا الإنسان الماثل أمامنا هذا ليس مجرد بناء جسمي هذا هو ببناء فيه بناء نفسي البناء النفسي يتألف من بناء عقلي وبناء وجداني وبناء اجتماعي لتتكامل المنظومة كما تظهر في السلوك ولذلك السلوك حتمي بمعنى أن هناك اتفاق عند جميع النظريات الإنسانية في هذا المجال تتفق على أن السلوك لا يصدر عن فراغ إنما هو حتمي يخرج من ذات الإنسان وفي مركز ذات الإنسان هو القلب الفكري ولذلك بالمفهوم القرآني كثيرا ما نسمع مفهوم القلب القلب الفكري الذهن منبع السلوك من الإنسان هو الذهن وفي الذهن تتجمع هذه القوى لتشكل ما يسمى بمفهوم الذات الذي يتألف من النظر التي يحملها الشخص عن نفسه كما يفهم نفسه طيب هذه النظرة تتبادل هذا المفهوم يتبادل التأثير بينه كما يتحدد عند الفرد وبين السياق المحيط به السياق الاجتماعي والسياق الثقافي والسياق الحضاري الذي يشكل امتداد له سنكون أمام مجموعة من التنظيمات التنظيمات الجسمية البناء البيولوجي لهذا الإنسان وهو ما تختص به العلوم الطبية والتنظيمات النفسية وهو ما تختص به العلوم النفسية وهي أيضا على مشارب متعددة على وفق الأطر المعرفية التي تنطلق منها هناك التحليل النفسي وهناك السلوكية وهناك الإنسانية وهناك المعرفية تعددت هذه المشارب لتعقيد الطبيعة الإنسانية لا أريد الخوض كثيرا في هذا حتى نستثمر الوقت هذا المفهوم له أبعاد مختلفة هناك وصية جميلة لإمامنا الجواد عليه السلام يقول فيها توسد الصبر واعتنق الفقر وارفض الشهوات وخالف الهواء واعلم أنك لن تخلو من عين الله فانظر كيف تكون طيب متى ما فهمنا هذا الكلام الجميل والراقي جدا سنجد أننا أمام آلية تحول هذا الكلام إلى منهج عملي فعلي في ترويض هذه النفس هذه النفس إن لم تجمع قواها بحزمة تكون في أسوأ حالاتها في حالة الأضطراب تكون متشضية التعبير الإنجليزي سمو دس أكس الترتيب تتشض هذه الشخصية السلوك يتبع ثر المظاهر تكون مختلفة في حالة الأضطراب نعم حديثنا نحن في حدود السواء الحالة الطبيعية عند الإنسان التي يكون بها متبصرا بنفسه وبذلك هو خالي من الأمراض العقلية ومتماسكا بقواء النفسية والوجدانية ومتحكما بإنفعاله ومسيطرا عليها بمظاهر من الاتزان وإمكانية إظهار السلوك المنتج كما يحدد ضمن الاضطراب النفسي والاضطراب الاجتماعي الذي يتعلق بالسلوك فيما بين الناس بسرعة كلام آخر للإمام الجواد عليه السلام لن يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهلك حتى يؤثر هواه وشهوته على دينه إذا انخفض منسوب المعرفة وضعفة القوى الذهنية عند الإنسان وانخفض منسوب الحكمة وهي الدرس الثاني من المدرسة القرآنية في كثير من الآيات التي تؤكد يعلمهم الكتاب والحكمة تجد أن بهذا الإنخفاض هناك احتمال أكبر لظهور الصراع وأشد أنواع الصراع ما وجد في ذات الفرد مؤذي جدا وخطر جدا ويجعل الإنسان عرض للشيطان يستدرجه بمنزلق سريع جدا بسرعة هناك المنظومة القيمية أحاديث الإمام الجوات سلام الله عليه تشكل أساس لبناء قيمي لا يمكن النظر لأي منهج تربوي في أي مستوى تعليمي على أنه بدون أساس قيمي أين المشكلة الآن وهناك فكرة أطرحها الجانب القيمي قد اهتز نتيجة الدخول من ثقافات أخرى من حضارات أخرى وبشكل مقصود يريدون ليطفئوا نور الله واضح الآية الكريمة نختصر نعم القضية القضية الأخرى التعبير عن الحاجات الفردية منظومة من الحاجات مهمة جدا عند الإنسان لكن التعبير عن هذه الحاجات التعبير الأمثل الذي ينقل الإنسان إلى الحياة الطيبة من خلال العمل الصالح الذي به ومن حقه أن يعبر عن حاجاته الغريزة موجودة الحاجات الغرائزية موجودة موجودة حتى عند الأنبياء لكن على وفق ما شرعه الله جميل بعد ما سق نبي الله موسى عليه السلام لبنات شعيب وتولى إلى الظل دع الله ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هذا الأدب القرآني يجب أن نحمله برسالة ونعمل على التثقيف من أجله في وسط شبابنا هذا اليوم الجانب الآخر وعلى عجاله الأخلاق على مستوى المجتمع على المستوى الجماعي حقيقة بودي أن أميز ما بين مفهومين وقبل الحديث عن المفهومين هناك حديث لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول فيه لا يمكن الغنى عن الناس الاجتماع بالناس جميل السلوك الجماعي مع الناس هو سلوك تكاملي لكن السلوك الجماعي يجب أن نميزه عن السلوك الجمعي هذا يختلف عن هذا السلوك الجماعي تكامل في الذهن تكامل في التفكير تكامل في الرؤى ولذلك العبادات الجماعية ما أجمل ثوابها صلاة لا شك في أن صلاة الجماعة هي أجمل من الصلاة الفرادة وأثقل من الصلاة الفرادة طيب الأخلاق على المستوى المجتمعي هناك ناحيتين مفهوم التعايش السلمي التعايش يعني الاشتراك في العيش الاشتراك إن تم على مصلحة آنية وقتية سرعان ما يزول كفيل به الوقت لإذابة جليده لكن إن بني على ذهن وعلى إيمان وعلى عقيدة نقية صافية راح يؤدي إلى سلوك قوي جدا وإلى عزم بالأمور وهذا هو أيضا مفهوم قرآني نعم الشيء الآخر أننا نحتاج إلى اعتماد مناهج عملية تطبيقية في بناءنا الاجتماعي انطلاقا من الأسرة التي هي مستهدفة كوحدة اجتماعية لأنها الحاضنة الأولى في بناء الأخلاق ولا ننسى الحديث النبو الشريف اتركوا سبعا وأدبوا سبعا وصاحبوا سبعا حضانة الإنسان عندنا تقارب الاثنان والعشرون سنة في الغرب بثقافتهم بعد ما يعبر الولد الخمسطعة السنة تتلقفه المنظمات ويطلقون العنان تحت ما يسمى بمفهوم الحرية وهو في واقع الأمر أطلاق العنان لشهوة هذا اليافع الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الولاء لمحمد وآل محمد ونسأل الله أن يجعلنا بمستوى الوعي أتحدث عن نفسي وأعتذر أن وردت بعض الأخطاء ولا شك أني أخاف من سماحة الشيخ وسماحة الشيخ أيضاً كوني لست مختص باللغة العربية علماً أن هذا البحث أكيد أكيد وجناب اللجنة العلمية المحترمة قد اعتمدت الأصول والمتطلبات العلمية في قبوله ومنها المراجعة اللغوية فضلاً عن المراجعة العلمية حتى ينشر ويعد ويعد ذخر لكل جهد مبارك أسأل الله أن يكرمه في إعلاء هذا المشروع المبارك في بيان تراث أئمتنا الأطهار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ الدكتور فاضل الميالي شكراً لكم على هذا التقديم لبحثكم ما أصعب أن يقيد اللسان بقواعد النحو العربي والأصعب من ذلك حتى وإن كانت ذهنية المتحدث حاملة للنحو أن يعكس هذه القواعد على لسانه وما تاد على الحديث به ولذلك نلتمس العذرة لجناب الدكتور أكيد في حديثه المهم أن الفكرة وصلت من البحث وأن اللغة قد عبرت عما تريد وأوصلت حمولاتها إلى المتلقي تنويه فقط شيخنا سنبدأ من الأخير حتى تكون الحصص فيها شيء من العدالة في التوزيع ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجهات الأخرى إن شاء الله بخدمتكم جناب الشيخ شكرا محمد الرحيم وصل الله على محمد الرحيم شيخنا عفوا يعني ذكر الاسم ثم بعد ذلك قسم شؤون الدينية أحسنتم جناب الشيخ شكرا 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 لجناب الدكتور على ما ضرح أنا سمعت منه هذه العبارة وأسأله أن يبين بهذه العبارة باعتبار أنه فهمي كان يعني لها ليس بالفهم الكامل ذكر جناب الدكتور أنه يريد معرفة ناشئة عن معرفة وظاهر هذه العبارة أن فيها دور على فرض أن هذا الدور يمكن حل قال يعني معرفة ناشئة عن عاطف أنا فهمت العاطف على أنها المحبة فالعاطفة لا تنتج معرفة بالعكس المعرفة هي التي تنتج عاطف وهؤلاء الناس الذين يحبون كلهم العلماء والعرفاء وإن كانوا لا يقومون على أن ينظروا لمعرفته في إصطلاحات العقائد وإصطلاحات علم الوصول هؤلاء الناس كلهم من المشكلين علومهم ما يعبر عنه بعلمهم الإجمالي كافي في عقيدتهم وكذلك في مطالب علم النفس تذكر هذه القضية أن من مبادئ الفعل الاختياري أن العلم أولا ومن ثم يأتي قضية الشوق الذي هو يعبر عنه بالمحبة فالمحبة متقدمة بخطوات عن المعرف فالناس يمدحون على محبتهم لأهل البيت عليهم السلام باعتبار أنهم متقدمون على ما يعرفون فقط ولا يحبون والحمد لله رب العالمين أحسنتم على محمد وعلى الطعريب أحسنتم جناب الشيخ نسمع نجمع الأسئلة إن شاء الله ونجيب أجابة واحد سؤال آخر داخل جناب الشيخ أحسنتم أحسنتم بخطوات أستاذنا سيدنا ملتوا للتحليل النفسي أكثر من تناول أحاديث الإمام جوال عليه السلام لأنه أحسنتم عنوان البحث من سيدنا قراءة تربوية في مرويات الإمام محمد جوال عليه السلام محمد جوال عليه السلام التربية الأخلاقية مثلا وياريت لو احترامات الكبيرة لكم أستاذ نبحث قيم مراع جدا بالشريط كان لكم تناول لحاديث الإمام ثم التشريع على تحليل أعتقد منتم المقدم للتحليل أكثر من تناول حاديث الإمام جوال عليه السلام أشكرك جدا وأعتذر آمن أحسنتم جناب الشيخ فضو السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام في البداية أود أن أشكركم كثيرا على كثير من المضامين التي وردت في عباراتكم وتحمل معاني وقراءة قيمة جدا لما ذكرتم هذا من ناحية ومن باب اللطائف حول الموضوع الثاني النقطة الثانية المهمة أنكم التفتتم إلى ما سيقال أو ما ورد من أخطاء لغوية وهذا أمر مهم أن يلتفت الإنسان إلى نفسه في مثل هذه الأمور وغيرها لأن الالتفات إلى النفس يسمو بالإنسان إلى مراتب عليا والنقطة الثالثة أود أن أوجد تبريرا لبعض الأخطاء لأنه ليست كلها يمكن أن نعتبرها أخطاء على قاعدة بعض قبائل العرب التي كانت لا تكسر في الكلام وعنوانها أن أباها وأبا أباها قد بدها في المجد إلا أنها لا ترفع المجرور هذه طبق الأخطاء المجرور أحسنتم أحسنتم أفضل نعو Creation لكي لا xem لكي لا تولد فهما سلبيا وكأنها دعوة إلى نشر الفقر السياق بقرينة الفقر الأولى توسد الصبر الإمام ناظر إلى النفس وليس إلى العالم الخارجي إلى نفس الإنسان ينبغي أن يستشعر الفقر والحاجة إلى الله عز وجل كما ذكرتم حضرتكم ذكرتم الآية الكريمة على لساني موسى عليه السلام وشكرا حسنتم شكرا نحفظت أبدأ من جناب الشيخ حقيقة أنا أشرت أن العلاقة مع الأئمة أن لا تنطلق من محف عاطف الشيخ موحان الشيخ علي موحان الشيخ علي سمحت الشيخ معذرة لا أعرف يعني شيخ علي موحان شيخ علي موحان نعم الآية الكريمة قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القرب العاطفة والمودة حينما تكون تحت خيمة العقل تكون أجمل شيخ يظهر عند الإنسان وتتجسد به إنسانيته لكن حينما تخرج عن سلطان العقل تكون العاطفة مشوهة وبالتالي يترتب عليها سلوك قد لا تحمد أقبى جناب الشيخ الموقر نعم ذكر سؤال جميل جدا حقيقة والتفات وجميع الأسئلة أعتبرها يعني هدايا لبحثي أنا من المنتقدين جدا للتحليل النفسي وعلم النفس لا يتحدد بالتحليل النفسي نعم موجود مثل هذا التصور حينما تسمع الناس بعلم النفس يرد إلى أذهانهم التحليل النفسي في أحد المحاضرات سألني أحد الأساتذ الجامعين في دورات طرائق التدريس في التعليم المستمر طلب مني كتاب في ألم النفس لأقرأه حقيقة وبدون تردد قلت له أقرأ القرآن أنت تريد ألم النفس أقرأ القرآن ورحمة الله ورحمة الله على أستاذ الدكتور إبراهيم الكناني أضو المجمع العلم العراقي لم يكمل مشروعه في علم النفس الإسلامي نعم هناك نظريات وكذلك هناك فكرة لم أطرحها في هذا البحث أن الكثير من المناهج التعليمية تعتمد على رؤى غربية البرغماتية والديوي وغير وغير يجب العمل على مراجعة هذه المناهج اليوم أكو تعليم حكومه أكو تعليم رسمي وأكو تعليم خاص معذرة يعني فقط تدارك لما فاتني يجب أن نراجع بما في ذلك الجامعات هناك نظم تعليمية جديدة الآن توظف هذه النظم يجب أن تراجع على وفق تراث أهل البيت ومروياتهم نعم كلام الشيخ كانت مشكلة حول العبارة الصبر وتوسد الصبر نعم وتوسد لا شك أن حديث الإمام لا أدعي لنفسي أنني قد أكفيه من الشرح لا أنا قاصر دون ذلك أنا نوهت ابتداء أن المضامين التي أقدمها هي بما يوازي مداركي وبالتالي هناك الكثير من الرؤى والمشاريع البحثية التي يجب أن تؤسس في فهم وتوظيف تراث أئمتنا الأطهار حسنتم جناب الدكتور شكرا لكم على الترضيح نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يعزز البحث بمفاهيم أخرى تنير درب العلم والمعرفة شكرا لكم جناب الدكتور شكرا لكم البحث الثالث الذي بين أيدينا هو بحث يتحدث عن الأساليب التربوية عند الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام للأستاذ الدكتور نعمة عبدالصمد الأسدي فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلى على محمد وآلي محمد الأستاذ الدكتور نعمة عبدالصمد حسين الأسدي أستاذ العلوم التربوية والنفسية في جامعة الكوفة بكلية التربية المختلطة حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد كلية التربية ابن الهيثم لديه 22 بحثا منشورا لديه كتاب مؤلف في حقل الاختصاص بعنوان أخلاقيات المهنة مفاهيم وتطبيقات شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية لأكثر من 50 ندوة و10 مؤتمرات علمية محلية وعالمية ناقش العديد من رسال الماجستير والدكتوراه في جامعة بغداد وبابل والقادسية مدرب في دورات التأهيل التربوي لأعضاء حيئة التدريس وفي دورات التطوير التربوي للمدرسين والمعلمين في مديرية تربية النجف مدرب مؤتمد في دورات منظمة اليونسكو منظمة اليونسيف ومأحد التطوير التربوي مدرب لبرامج التنمية الاجتماعية في محافظة النجف الأشرف حاصل على كتب شكر وتغدير لأكثر من 150 كتاب شكر وتغدير من السادة العمداء ورئيساء الجامعات ومعالي السيد الوزير حاضر في دورة حقوق الإنسان الثانية والثالثة المقامة في كلية القانون قدم أكثر من 100 دورة في التأهيل التربوي وأيضا لأكثر من 100 دورة لمعلم العلوم والكيميا والفيزياء والأحياء بالصراحة سيرة ذاتية كبيرة أيضا شارك في أكثر من 30 دورة تطويرية لمعلمين ومدرس المدارس الأهلية موفق إن شاء الله جناب الدكتور نعمة تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي يرحم من لا ترحمه العباد ويقبل من لا تقبله البلاد والصلاة والسلام على رسولنا الأكرم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة المحترم السيد أمين الأمين العام نائب الأمين العام للعتبة العباسية المحترم السادة الحضور العلماء الأجلاء أسعدتم مساء وأهلا وسهلا بكم في رحاب هذا المؤتمر سيكون البحث الذي سأقدمه بعنوان الأساليب التربوية عند الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام سأعرض على حضراتكم أهم المحاور التي سأقدمها خلال الوقت المتاح لي سأتحدث عن مشكلة البحث ثم أنتقل إلى أهمية هذا البحث وتحديد مصطلح مهم سيرت بعد قليل وسأعرض عن الدراسات السابقة التي كانت مقاربة إلى هذه الدراسة ومنهجية البحث وأهم النتائج وسأحاول ضمن الوقت المقرر أن أعرض أكبر عدد ممكن من النتائج ثم نصل بالأخير إلى الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات لأنه مثل ما لاحظت من خلال جلسة صباح هذا اليوم التي تناولت تراث الإمام الرضا سلام الله عليه وهذه الجلسة التي تتناول تراث الإمام الجواد وجلسة يوم غد أنه معظم السادة الحضور الذين يشكرون على الباحث يريدون ما هي النتائج العملية التي سيخرج بها الباحث بحيث من الممكن تفيدنا في حياتنا اليومية لذلك سأيضا أتطرق إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات في التمهيد لا بد القول أنه مجتمعنا الحاضر يواجه مشكلة نقدر نعبر عنها هي مشكلة الاستلاب الحضاري بمعنى أنه شبابنا خصوصا الذين يدرسون تدرس لهم بعض المفاهيم وبعض النظريات مع العلم أنه تراثنا زاخر بنظريات ورؤى وأفكار وخصوصا فيما يرتبط بتراث المدرسة الإمامية وأعني تراث أهل البيت عليهم السلام لذلك تم إيهام أجياننا بأنهم أمة بلا فكر لذلك أعتقد ما تقوم به العتبة العباسية من خلال مركز العميد وغيرها من المؤسسات الكثيرة المرتبطة بها وكذلك العتبة الحسينية المباركة لتسليط الضوء على هذا التراث العظيم وتجلى أو كان الأمر أبعد من ذلك بحيث تراث المدن المقدسة كتراث النجف الأشرف أو تراث كربلاء أو تراث الكاظمية وغيرها أنتقل الآن إلى مشكلة البحث المشكلة من الممكن أن تتمحور حول جانبين مهمين الجانب الأول أنه كل من يتابع ما كتب عن الإمام الجوات سلام الله عليه يجد أن معظم الباحثين وحتى قيمة مؤتمرات في بعض الجامعات حول تراث الإمام الجوات يجد أنها ناقشت القضايا العقائدية القضايا الفكرية وحتى القضايا المرتبطة بالجانب السياسي لكنها لم تناقش بعض المضامين وبعض الجوانب التربوية فهذه الجنبة الأولى في المشكلة والجنبة الأخرى أنه كما تحدث الزميلي دكتور فاضل قبل قليل أنه المؤسف أنه شبابنا في الجامعات حينما ندرس وخصوصا كليات التربية وكليات إعداد المعلمين حينما ندرس طلبتنا ندرسهم نظريات قد تكون غربية بعيدة عنهم بينما لو نعود إلى تراثنا الأصيل وخصوصا تراث المحتفى به في هذا اليوم العنوان المؤتمر عليه الأله هو إمامنا التاسع لإمام الجوات نجد أنه تطرق إلى العديد من الأساليب وقد سبق غيره أو سبق غيره في بعضها كما سأشير بعد قليل أهمية البحث طبعا يدرس تراث واحد من أئمة أهل البيت ألا وهو الإمام الجواد ولعله هذا الإمام المظلوم الذي كان استشهد في عمر قصير وأعتقد هو من أقصر الأعمة عمرا بعد الزهراء سلام الله عليها الأربعة عشر المعصوم فلم يتسنى له نشر كل مضامين فكرة باعتبار أنه السلطة السياسية قررت أن تدس له السم وقد اختيل كما تعلمون حضراتكم حدود البحث اقتصرت حدود البحث على تراث الإمام وما ورد عنه من سيرة في الروايات وبعض الكتب المعتمدة عندنا مصطلح جدا مهم ورد في هذا البحث يلا وهو الأساليب التربوية فهناك تعريف نظري وهناك تعريف إجرائي لنترك التعريف النظري التعريف الإجرائي الذي سألتزم به في عرض النتائج بعد قليل نشخص هذه الأساليب بالآتي ما تركه الإمام محمد الجواد عليه السلام من تراث وسيرة وأحاديث تؤكد على تنمية القيم التربوية طبعاً للمتعلمين لمريدي سواء كانوا من الشيعة أو من غيرهم والتي وردت في المصادر التي اعتمدها البحث الحالي أنتقل الآن إلى الدراسات السابقة لا بد للباحث قبل أن يشرع في بحثه أن يطلع على الدراسات التي سبقته قد لربما تغنيه عن القيام بالبحث أصلاً فبعد أن استقصينا استقصاء استقرائي للدراسات السابقة وجدنا أنه بعض الدراسات تناولت سيرة الأم فمثلاً عدنا دراسة القزويني والتي أجريت في جامعة عين شمس بالقاهرة ودراسة القزويني اللي بالضبط عنوانها الفكر الإمامي أو الفكر التربوي لدى الشيعة الإمامية هذه الدراسة تعد من الدراسات المهمة وهو القزويني من دولة الكويت على الدين أمير القزويني وكانت أطروح الدكتوراه أجريت في جامعة عين شمس بإشراف أستاذين واحد منهم هو الدكتور مصلح سيد بيومي وهو واحد من الأزهريين المعتدلين والدكتور سعيد إسماعيل علي وهو واحد من التربويين المصريين يعني القادرين سمعتهم جداً طيبة الدراسة الأخرى هي دراسة الموسوي تناولت الفكر التربوي لدى الإمام الصادق عليه السلام واستفدنا من هذه الدراسة في كيفية استقصاء بعض الموارد في سيرة الإمام الجواد وإسقاطها للخروج بالنتائج هناك دراسة أخرى تناولت الإمام الجواد وهي دراسة دلي لكنها بحثت في النشاط السياسي والفكري على نحو الإجمال هناك دراسة أخرى قام بها دراسة فارس تعرضت إلى سيرة الإمام الجواد ومنهجه العلمي فقط وكذلك دراسة سامي التي تطرقت إلى الجهود التربوية والفكرية بمعنى أنه جميع الدراسات السابقة لم نجد دراسة منها تطرقت إلى الأساليب التربوية مما يعني الحاجة إلى القيام بهذه الدراسة سأعرض منهجية البحث على عجالة لم أختلف عن زملائي سواء يوم أمس أو صباحا أو الآن التزمنا بالمنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لدراسة هذه الظاهرة وهو الإطلاع على المرويات والإطلاع على سيرة الإمام وعلى أحاديثه للاستنتاجات والخروج ببعض الرؤى الآن ننتقل إلى نتائج البحث طبعا نتائج البحث كانت تتضمن جانبين الجانب الأول تطرقنا إلى نبذة مختصرة عن سيرة الإمام الجواد ولعله هي موجودة لكنه قد يعني البحث هذا سينشر لربما على الأنترنيت فبعض الأشخاص لربما لا توجد لديهم فكرة عن سيرة الإمام لذلك تطرقنا على نحو الإيجاز طبعا الكل يعرف بأنه الإمام ولد في سنة 195 هجرية في المدينة وتوفي أثر شهادته في سنة 220 على يد المعتصم العباسي بعد أن دس إليه السم عن طريق زوجته الآن ننتقل إلى الأساليب ذكرنا في البحث ثمانية عشر إسلوبا لكن لأنه الوقت ضيق وأعتقد السيد مدير الجلسة المحترم حددني بعشرين دقيقة فسأحاول أن أعرض العدد الأكبر من النتائج نأتي إلى النتيجة الأولى أنه الإمام الجواد نرى على الرغم من صغر سنة وقد أسندت الإمام له في عمر مبكر بحدود عمر ثمان سنوات شاهدت يعني كانت 220 كما قدمت بمعنى أنه إمامته تقريبا 18 سنة أو 17 سنة استطاع أن يعد المعلمين والأساتذة مما يعني أنه له غاية جدا مهمة أنه من خلال إعداد المعلمين والأساتذة من الممكن أنه يبقى تراث أهل البيت وتذكر المصادر أنه قام بإعداد أكثر من 110 من الأساتذة والمعلمين ومن أبرزهم علي بن مهزيار وزكريا بن آدم والحسين بن سعيد الأهوازي وأحمد بن أبي عبد الله البرقي وصفان بن هيحية كما أشار قبل قليل سماحت الدكتور قبل قليل كذلك لم يكتفي الإمام بأن يكون له معلمين من الشيعة بل روى يعني العديد من غير شيعته للبيت من الإمام ومنهم الخطيب البغدادي الذي روى عن الإمام الجواد أحاديث بسنده الخاص هذا الأسلوب الأول الأسلوب الثاني هو إعداد القادة والوكلاء طبعا تعرفون حضراتكم الآن يعني معظم الأكاديميات العالمية والجامعات دائما جعلت في أهدافها أنه مو فقط مثلا تعد الطالب الجامعي في أي كلية في أي تخصص ليكون مختصا بالجانب الأكاديمي بل تطورت هذه الأهداف لإعداد الطالب الجامع ليكون قائدا في المستقبل نجد أن الإمام استطاع رغم الوقت القصير الذي لم يتاح له كما أسلفت قبل قليل استطاع أن يعد العديد من القادة في البلدان الإسلامية كالأهواز وهمدان والسستان والري والبصرة وواسط وبغداد والكوفة وحتى قوم وكان الإمام وليس فقط هو حتى من سبقه من أئمة أهل البيت يسمح لهؤلاء القادة أن يتسنموا مناصب في الدولة العباسية فنجد مثلا رح أذكر بعض الأمثلة كنوح بن دارج الذي كان قاضيا في بغداد وبعدها كان قاضيا في الكوفة وكذلك الحسين بن عبد الله النشابوري كان حاكما لبوست وكذلك الحكم بن علي الأسدي وهو من أتباع الإمام الذي كان حاكما في البحرين مما يعني أن الإمام كان يتوجه إلى أعداد القادة موضوع تقسيم العلوم أيضا يعد من الأساليب التربوية التي اتبعها الإمام سلام الله عليه نعرف أنه معظم العلوم الإسلامية كانت حديثة عهد ونحن نتحدث عن القرن الثاني نهايته أو بداية القرن الثالث الهجري فكانت معظم العلوم الإسلامية حديثة عهد وكان موضوع تقسيم العلوم يشغل اهتمام الدارسين في فلسفة العلم والمعرفة نجد أن الإمام قد قسم العلم في حديث معين كما ورد من المصادر المعتبرة قوله سلام الله عليه العلم علمان مطبوع ومسموع ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع طبعا أيضا نستنتج من هذا القول للإمام سلام الله عليه أهمية التدوين والكتابة وعدم الاقتصار على العلم المسموع الإسلوب الرابع هو إسلوب الأمانة العلمية نجد أن الإمام كان يحث أتباعه على الالتزام بالأمانة العلمية خصوصا بالنقل وسنذكر الحضراتكم رواية وردت في المصادر أنه قد حضر خلق من الشيعة من كل بلد لينظروا إلى الإمام أبي جعفر مثل ما تعرفون حضراتكم أنه الإمام واحد من الكنية مالته أبي جعفر الثاني فدخل عمه عبد الله بن موسى وكان شيخا كبيرا فجلس وخرج أبو جعفر عليه السلام من الحجرة فقام عبد الله واستقبله وقامت الشيعة وقعد أبو جعفر على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحيرا لصغر سنه فانددب رجل من القوم فقال لعمه أصلحك الله ما تقول في رجل أتى بهيمة فقال تقطع يمينه ويضرب الحد كان استعجال من عم الإمام في هذا الحكم فغضب الإمام الجواد عليه السلام ثم نظر إلى عمه وقال يا عم اتق الله اتق الله لما أفتيت الناس بما لا تعلم فقال له عمه يا سيدي أليس قال هذا أبوك فقال الإمام عليه السلام يعني الإمام الرضا فقال الإمام عليه السلام إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي تقطع يده للنبش ويضرب حد الزنا لأن حرمة الميت أو الميتة كحرمة الحية فقال صدقت يا سيدي وأنا أستغفر الله نجد أن الإمام كان يحرص على الأمانة العلمية في النقل أيضا موضوع الشجاعة الأدبية نحن نعلم أنه من ضمن الأساليب التربوية التي نشجع في مدارسنا أنه الطلاب يعتلون المنصات ويقرؤون وخصوصا في موضوع الطابور الصباحي في المدارس نجد أن هذا الأسلوب قد تميز به الإمام منذ صغر سنة فهناك مما يروى عنه أن المأمون العباسي قد اجتاز به بابن الرضا لأنه وحده من أسماء الإمام ابن الرضا وهو بين صبيان في بغداد فهربوا سواه فقال علي به فقال له ما لك ما هربت في جملة الصبيان فقال الإمام الجواد عليه السلام ما لي ذنب فأفر ولا الطريق ضيق فأسعه عليك تمر من حيث شيت فقال من تكون فقال أنا محمد بن علي بن موسى بمعنى أن الإمام من صغر سنة كان يمتلك الشجاعة الأدبية وهو أهل بيت العصمة الأسلوب السادس الأسلوب السادس هو الأسلوب الاستقرائي وأيضا اتبعه الإمام في أكثر من موضع وسنرد لكم هذا الموضع وهو النزاع الذي دائما يطرح حتى على المنابر في قضية تسمية النبي الأمي على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فروا الإمام عن هذا الموضوع لرفع اللبس في هذه القضية فقال كذبوا عليهم لعنة الله أن يكون ذلك والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويكتب وإنما سمي بالأمي لأنه كان من أهل مكة نجد أن هذا الاستنتاج هو استنتاج استقرائي اتبعه الإمام في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة اسلوب فرض الفروض أيضا يعد هذا الاسلوب من الأساليب العلمية التي تسعى الآن الأكاديميات والجامعيات على تعويض طلابها وخصوصا في مشاريع التخرج التي تجرى في الجامعات أنه دائما الطالب يفترض فروضا أولية لبحثه نجد أنه أيضا ورد في سيرة الإمام هذا الاسلوب في أكثر من الموضوع لكن سنذكر على مسامعكم هذا الموضع وهو أنه روي عن عمر الرجحي قال قلت لأبي جعفر الجواد عليه السلام إن شيعتك تدعي أنك تعلم كل ما في دجلة كل ما الموجود في دجلة أنت تعلمه ووزنه وكنا على شاطئ دجلة فقال عليه السلام يقدر الله تعالى أن يفوض علم ذلك إلى بعوضة من خلقه أم لا قلت نعم يقدر فقال أنا أكرم على الله تعالى من بعوضتي طبعا أتلاحظ أنه هذا اسلوب من أساليب فرض الفروض سأنتقل إلى اسلوب الثامن وأختم لأنه الأخوة يعني بدأوا الوقت أيضا اسلوب التنبؤ ورد في أكثر من موضع استخدام هذا الاسلوب التربوي للإمام فقد ورد عن علي بن مهزيار أنه كتب إلى الإمام أبي جعفر الثاني وشكى له كثرة الزلازل في الأهواز وقال له ترى لي التحول عنها أي أنتقل من هذه البلدة فكتب له الإمام لا تتحولوا عنها صوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وابرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يدفع عنكم فيقول فعنا فسكنت الزلازل أنتقل الآن على عجالة طبعا اسلوب المناظر أيضا هو من الأساليب وكذلك اسلوب كشف المتناقضات وأوردنا في البحث أساليب كثيرة كاسلوب التفسير والتحليل والاسلوب العقائدي وغيرها من الأساليب الكثيرة من أهم الاستنتاجات التي خرجنا منها في هذا البحث أنه تميز التراث العلمي والإنساني للإمام الجواد بالتنوع والعطاء والتأثير في المسلمين وقبل قليل الباحث الدكتور الأسدي ذكر أنه قضية التنمية الاجتماعية وأثر الإمام طبعا تم إحصاء ثمانية عشر أسلوبا تربويا وتعليميا اتبعه الإمام الجواد ركز الإمام على آداب وأخلاقيات كثيرة ركز على أسلوب إعداد الأساتذة والقادة وغيرها التوصيات من أهم التوصيات التي خرج به هذا البحث هو اهتمام التربويين المسلمين يعني ضرورة اهتمامهم بالأساليب العلمية التربوية والأخلاقية التي وردت عن الإمام سلام الله عليه وضرورة تضمين الأساليب التربوية الواردة في نتائج هذا البحث في المناهج المقررة خصوصا إلى طلبة كليات العلوم الإسلامية وأقسام التربية الإسلامية في كليات التربية والتربية الأساسية وضرورة تبني التربويين من قادة ومعلمين للأساليب والمبادئ التي قدمها الإمام في ممارساته والتي كانت نهجا وسلوكا وتضمين الأساليب التربوية في المناهج المدرسية الآن في عراق متعدد فلا بأسا تكون بعض مضامين الإمام في كتبنا المدرسية إلى طلبتنا بالدراسة الأساسية من أهم المقترحات التي خرج بها البحث وهي عنوين لمن سيأتي من بعدنا ليكملوا من الضروري إجراء دراسة لبحث القيم الأخلاقية والاجتماعية التي وردت عن الإمام وكذلك إجراء دراسة لبحث أسس البحث العلمي حقيقة أنا حصية العديد من الموارد التي يتبعها الآن ضمن الباحثون ضمن المنهجية الحديثة قد وردت عن الإمام سلام الله عليه فمن الضروري إجراء دراسة للوقوف على هذه الأسس وكذلك إجراء دراسة لبحث الأثر القراني في فكر الإمام طبعا هناك مصادر كثيرة تحبيت أعرضها لكن الوقت ضيق أكتفي بهذا القدر وعذرا للسرعة بالإلقاء لأنه حددت بوقت عشرين دقيقة ألتمس المعذرة منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسنتم جناب الدكتور شكر لكم على هذا الإيضاح وهذا البحث وهذا التعدد في الحديث ننتقل إلى المفاتح ومفاتشة الباحث نبدأ بالجهل بالميمنة لأن هناك أيدي مرفوعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمستاذ الباحث شكرا جزيلا على ما قدمتموه ملاحظة إذا تسمحوا واحدة واحدة شيخنا اثنين في واحدة إن شاء الله إن شاء الله الأولى إنه في إعداد تفضلتهم إنه أسلوب إعداد القادع عند الإمام وذكرتهم نوح بالدراجة وهنا نشير فقط إنه بالمراجعة الرجالية الرجل وصف بأنه عامي فقط إنه استمع الحديث هذا لا يعني أنه تأثر بالأسلوب التربوي للإمام سلامه الله عليه حقيقة أنا بوده أن يبين الإسلام الباحث ما هو موقفه من تعريف التربية أي تعريف للتربية يختار لأنه كما تعلمون بإشاركم في النتائج أن هناك خلط ممكن أنه يؤذي المتعلم المتنبي بحيث إدخال ما ليس بتربية في مفهوم التربية هذا أيضا كان السؤال موجه لأستاذ الباحث الأسدي أيضا لأنه اختار أيضا هذا هذه القضية أرجو أن يبين هل هناك اختيار لتعريف واحد للتربية أمنحها تعريفا جديدة هذا مفهوم سنتم أحسنتم جناب الشيخ جناب الشيخ شكرا للباحث الموقر على متانة البيان ورد في ضمني ما تفضلتم به أن أحد الأساليب هو التنبؤ ثم ذكرتم تطبيقا لهذا الأسلوب وهذا التطبيق يحتوي على كرامة من الكرامات الغيبية الخاصة بالمعصوم صلى الله عليه فكيف ذكرتم ذلك في سياق الأساليب ونحن غير معصومين كيف يمكننا أن نفيد من هذا الأسلوب وشكرا سنتم جناب الشيخ شكرا جزيلا بالنسبة لسماعة الشيخ لديه سؤال عن السؤال الأول هو نفس الملاحظات ماشي الأسلوب إعداد القادة وذكرنا يعني نوح ابن دارج وحضرتك ذكرت أنه هذا ليس من خواص الشيعة أنا حقيقة نوح ابن دراج بلي نوح ابن دراج فالمصادر أنا الاعتمدتها هي أشارة لهذا الموضوع فأنا يعني المصدر اللي أخذت معدة هو أشار أنا أشكرك يعني على هاي الملاحظة لم أكن أعلم بها بالنسبة لتعريف التربية التربية اللي اعتمدناها في هذا البحث أنا طبعا ليس مو هدفي هو تعريف التربية أنا أتحدث عن الأساليب التربوية وقدمتها بأنه الأساليب التربوية كل ما صدر من الإمام وأدى إلى مجموعة من القيم السلوكية اللي أثرت في أتباعها فلكن عموما سأجيبك عن مفهوم التربية التربية الآن ينظر لها بحسب منظورنا بأنها تعني التطوير والارتقاء والتنمية الشخصية بمعنى أنه الإنسان حينما يعني يربى بمعنى أنه يصير عدة تطوير ويصير عدة ارتقاء بالجوانب الشخصية طبعا هذه النظرة الإيجابية بالنسبة لسماحة الشيخ الآخر أنا أشكرك على المداخلة أنه حضرتك ذكرت أنه هذا المصداق اللي ذكرناه هو قد لا يدخل ضمن عنوان التنبؤ وإنما هو كرامة نحن حبينا نشير إلى أنه الإمام اتبع هذا الأسلوب ولربما حضرتك تنظر إلى كرامة لكن الآخر وخصوصا غير المتفق ينظر أنه هذا تنبؤ والتنبؤ حدث يعني تؤدي إلى نتائج صحيحة شكرا جزيلا أتفضل على ما تفضلتم به نسأل الله أن يوفقكم في هذه الأيام في أبحاثكم القادمة إن شاء الله البحث الرابع هو بحث موسوم بمناظرات شكرا جزيلا مناظرات الإمام الجوات وأثرها في نشر فكر الديني الأستاذ المساعد الدكتور جبار محارب عبد الله فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد فضيلة الشيخ الدكتور جبار محارب عبد الله الفريجي أستاذ الشريعة والعلوم الإسلامية التخصص الدقيق أصول الفقه التحق بالحوزة العلمية الشريفة وارتقى المنبر الشريف حاصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والعلوم الإسلامية حاصل على لقب أستاذ مساعد درس العديد من المقرارات العلمية في الحوزة العلمية من أهمها المقدمات المنطق قطر الندى مختصر المعاني وكذلك مرحلة السطوح درس عدة مقرارات جامعية في الدراسات العليا في أصول الفقه بينما في الدراسات الأولية أصول فقه فقه عبادات آيات الأحكام تربية إسلامية لديه العديد من البحوث العلمية المنشورة في المجلات المحكمة أذكر منها الدليل العقلي عند الشيعة الإمامية والآخر منهج الرأي في مدرسة الكوفة الفقهية رئيس تحرير مجلة دراسات منبرية المتخصصة في شؤون المنبر والخطابة الحسينية شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات العلمية المحلية والعربية نذكر منها المؤتمر الدولي الثاني حول زيارة الأربعين في جامعة كربلاء ومؤتمر النجف وأثرها في الحفاظ على اللغة العربية والمؤتمر العلمي السابع عشر الذي عقده مركز دراسات الكوفة بالتعاون مع أمانة مسجد الكوفة بالإضافة إلى إقامته العديد من الندوات أذكر منها الندوة العلمية الدور الرياضي للمرأة المسلمة في المجتمع صدر له عدة كتب أهمها مع أهل البيت عليهم السلام في خطهم الرسالي وآخر النهضة الحسينية أقام العديد من الأنشطة المجتمعية أهمها دورات تثقيفية لطلاب المدارس ودورات أخرى لحفظ القرآن الكريم تمنى لسيد الباحث كل التوفيق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآله محمد في البداية أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأخوة العاملين في العتبة العباسية المقدسة على اختلاف مراتبهم في هذه العتبة المباركة ابتداء من سماحة حجة الإسلام والمسلمين المتولي الشرعي وسماحة السيد الأمين العام وكل العاملين في المراكز البحثية الذين بذلوا جهودا واضحة في عقد مثل هذه المؤتمرات المباركة التي تصب في خدمة الدين الإسلامي عموما ومذهب أهل البيت صلى الله عليه بالخصوص ونشر هذه الثقافة الهادفة التي لا بد ولا مناصة لنا من أن نظهرها ونبرزها للعالم أجمع استنادا للحديث الوارد عن أهل البيت صلى الله عليه وسلم بما مضمونه أن الناس لو اطلعوا على محاسن كلامنا وجميل أفعالنا لاتبعونا كثير من الشرائح في المجتمع سواء كانت تنتمي إلى الدين الإسلامي أو خارجه هي في الحقيقة بعيدة عن تراث أهل البيت صلى الله عليه فينبغي لنا أن نصلط الأضواء على هذا التراث وعلى هذا الفكر الوضاء وما قام به أهل البيت صلى الله عليه من تجسيد لقيم الخير والفضيلة وهذه المؤتمرات جزى الله العاملين والقائمين عليها تصف في هذا الاتجاه فجزاهم الله خير جزاء المحسنين عنوان ورقة البحثية هو بعنوان مناظرات الإمام الجواد عليه السلام وأثرها في نشر الفكر الديني ما أحوج المجتمع الآن إلى أن يبادر إلى الحوار وما يرفع هنا وهناك أن حوار حضارات أو ما يدخل تحت هذا المسمى هو له جذور في سيرة أهل البيت صلى الله عليه عليهم والحوار والحوار هو عبارة عن المبادرة بالسؤال والجواب ونجد في نصوص الإسلام أنها حثت على المبادرة إلى السؤال القرآن الكريم ممتلئ بهذه القضية يحث على السؤال نظرا لما يترتب على السؤال أو ما ينطوي عليه السؤال في الحقيقة من أبعاد وآفاق فأولا السؤال مفتاح الوصول إلى العلم فمن مقدمات العلم هو السؤال وثانيا نشر ثقافة إطلاق العنان للعقل لكي يفكر أن السؤال حينما يصدر من شخص هذا يعني أن هذا الشخص يفكر فالحث على السؤال هو عبارة عن الحث على التفكير وأطلاق العنان للإنسان أن يفكر وثالثا يهدف الحث على السؤال لتأسيس مبدأ تجريم تكميم الأفواه الحث على السؤال يعني بالمقابل وجود إذن صاغية تتصدى للإجابة عن هذا السؤال هذه بعض المبادئ التي ينطوي عليها السؤال أو بتعبير أدق هو الحث على السؤال والذي يستوقفنا أيضا في مقابل الحث على السؤال هو المبادرة لتجسيد التطبيق العملي وإبراز التطبيق العملي لهذا المبدأ يعني ليس من المعقول أن ينادي الإسلام بالنظرية ويحث على السؤال وعلى المناظرة وعلى الحوار من دون وجود تطبيق لذلك والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه على الرغم من المشاكل التي واجهها لم يواجه هذه الصعوبات التي واجهها الإمام صلوات الله وسلامه عليه واحد من آبائه صلوات الله عليه وأنتم تعلمون واحد من تلك الصعوبات التي واجهها هو تقلده للإمام وهو صب صغير والأمر الثاني ما واجهه حتى من أقرب الناس إليه وهو التشكيك بانتسابه إلى الإمام صلواته وهذه محنة كبيرة أيها الأخوة يعني ليست لها سابقة في تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم ومع ذلك الإمام بادر لتطبيق هذا المبدأ كسلوك عملي وتجسيد هذه القضية في الخارج يذكر الباحثون كثير من المبادئ والأسس التي ينبغي أن تنبني عليها المناظرات كثير من المبادئ التي لعله يطول المقام بذكرها نستطيع من خلال سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أن نطلع على تجسيدهم لتلك المبادئ بحيث لا يقول قائل أنهم دعوا إلى المناظرة ولكنهم لم يلتزموا بمبادئها تعال إلى سيرتهم وأذكر رواية واحدة أن الأئمة صلوات الله عليهم تقريبا يعني هم واحد كما نحتقد والرواية هي عن الإمام الصادق عليه السلام محمد بن سنان يقول حدثنا المفضل ابن عمر قال كنت ذات يوم بعد العصر جالسا في الروضة بين القبر والمنبر وأنا مفكر فيما خص الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله من الشرف والفضائل إلى أن يقول إذا أقبل ابن أبي العوجاء تعلمون هذا من الدهريين من الملحدين وكان إلى كلام مع الإمام صلوات الله علي الإمام الصادق ومناظرات طويلة ذكرها لنا التأريخ يقول إذا أقبل ابن أبي العوجاء فجلس بحيث أسمع كلامه فلما استقر به المجلس إذا رجل من أصحابه قد جاء فجلس إليه فتكلم ابن أبي العوجاء فقال لقد بلغ صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وآله العز بكماله وهاز الشرب بجميع خصاله ونال الحظوة إلى أن صار حديث بين ابن أبي العوجاء وصديق الذي جلس إلى جنبه فقال ابن أبي العوجاء دع ذكر محمد صلى الله عليه وآله فقد تحير فيه عقلي وظل في أمره فكري وحدثنا في ذكر الأصل الذي يمشى به ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع له ولا مدبر يعني هذا الآن الموجود المتداول الذي ليس له أساس وهو أن الأشياء خلقت يعني من ذاتها أو الطبيعة إلى آخره من هذا الكلام ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإهمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع ولا مدبر بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال المفضل شنو كان موقفه قال المفضل فلم أملك نفسي غضبا وغيظا وحنقا فقلت يا عدو الله الحدت في دين الله وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم كلام طويل للمفضل يرد عليه ويعني ناتج عن غيرته وحرصة على الدين فقال ابن أبي العوجة يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمناك فإن ثبت لك حج تبعناك وإن لم تكن منهم فلا كلام لك وإن كنت محل الشاهد وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادلنا ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين لا يحتريه خرق ولا طيش ولا نزق ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستعرف حجتنا حتى استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قد قطعناه أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر ولا نستطيع لجوابه ردا فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه المبادئ التي تذكر للمناظرة جسدها أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم وخير دليل على ذلك هو اعتراف مثل هذا الملحد بتجسيد الأئمة والتزامهم بمبادئ الحوار والمناظرة المناظرات التي يعني خاضها الإمام الجوات صلوات الله وسلام عليه يمكن تصنيفها على صنفين الصنف الأول في باب العقائد والصنف الثاني في باب الأحكام الشرعية في باب العقائد هناك مسائل وردت فيها مناظرات الإمام المسألة الأولى مسألة الإمامة وخلافة النبي صلى الله عليه وآله وهي التي قال عنها الشهرستاني أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سل سيف الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان مسألة الإمامة والإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يتصدى للحوار والمناظرة لأجل إثبات خلافة النبي صلى الله عليه وآله والإمامة الإلهية وأنها أصل من أصول الدين المسألة الثانية أيضاً هذا كان له جذور يعني في أيام الأمويين واستمر الجدل العقائدي إلى أيام العباسيين وهو مفهوم الإيمان وصلته بالعمل قضية مرتكب الكبيرة ماذا يترتب على ذلك كانت هناك آراء فكرية عقائدية بعضهم ذهب إلى كفر مرتكب الكبير بعضهم ذهب إلى أنه منافق بعضهم ذهب إلى أنه فاسق إلى آخره من الأقوال والإمام صلوات الله عليه قد نقل لنا التأريخ مناظرات له في هذا المجال وذكر الحق في ذلك المسألة الثالثة مسألة القضاء والقدر وكما تعلمون هذه مسألة جداً مهمة وكانت مزل الأقدام وكان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يضع النقاط على الحروف فيها الصنف الثاني وهو باب الأحكام الشرعية والروايات الواردة إلينا أصبحت يعني مدار التحقيق بالنسبة للفقهاء في مجال الاستنباط منها وكان الإمام يعني يناظر الفقهاء في ذلك الوقت بمرأة ومسمع من الناس ويلزم الحجة والبرهان من يناظره وبالتالي يقرون للإمام صلوات الله وسلامه عليه بالفضل والعلم وأن الحق معه كما في مناظراته لابن داود ويحيى ابن أكثم وغير من الفقهاء الكبار في ذلك الوقت طبعا هذا ما يسمح به أتصور الوقت حتى لا أكون ثقيلا على الأخوة وأرجو أن أكون قد وفقت لعرض ورقة البحثية ويبقى هذا هو يعني جهد بشري ولا كما لإلا لمن الله عز وجل أكمله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد شكرا لجناب الشيخ الدكتور جبار محارب عبدالله على هذا العرض لبحثه ويعني نفتح باب النقاش والمفاتشة لمن يرغب بذلك من المستمعين يعني جناب الشيخ السلام عليكم ورحمة الله شكرا على الموضوع الذي أثرتمه وركزتم فيه على جانب المناظرات والتركيز على إتقان المناظرات مع الآخرين ولكن الملاحظ أحيانا تستعمل مفردة الحوار وكأنها رديف لكلمة المناظرات علما أن معنى المناظرات ومعنى الحوار كل منهما له معنى خاص من خلال المنطلقات وعندما نقول دعوة شبابنا لإتقان الحوار أو للمشاركة بالحوار تختلف عن المناظرات لأنه في الحوار لا بد من أن يكون هناك انطلاق من مشتركات متفق عليها بينما في المناظرة ليست من الضرورة أن تكون هذه المشتركات موجودة وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للباحث الموقر جزء من العنوان يتمحور حول التأثير تأثير هذه المناظرات هذا لم يرتفع الأثر شيخنا وليس التأثير ما هو الأثر؟ الأثر ما يترتب أين؟ على المناظرات لم نسمع هذا الأثر وإنما استعرضتم الفعاليات والأنشطة والدور الذي قام به الإمام صلى الله عليه أما أنعكاس ذلك كأثر على الأفراد أو على الأمة أو على النخبة على طبقة خاصة هذا لم يرد يحتاج إلى تكميل لم تبحثوه حسنتم جناب الشيخ أن هناك سواء الآخر بالنسبة للسؤال الأول أن المناظرة تختلف عن الحوار القرآن الكريم يعني يورد لنا كثير من الحوار الذي دار الله عز وجل يعني مع إبليس ينقل لنا هذا الشيء كذلك الأنبياء صلوات الله عليهم مع معانديهم من الطواغيت وغيرهم ولا مانع من استخدام الحوار أما خاص هذا فيما إذا كان مشتركات فيما إذا كان مشتركات هذا اللي هو يصف في مجال المذاهب الفقهية يعني لا يمكن أن تكون هناك مذاهب فقهية ما لم تكن هناك مشتركات أما المناظرة والحوار أوسع من ذلك قد يكون مشتركات وقد لا يكون مشتركات والتعبير العصري الآن الموجود هو كما أطلق عليه حوار الحضارات وحوار الحضارات الآن أيضا أعم من ذلك يعني لا أرى ضرورة للتقييد بهذا الشكل نعم قد في الكتابة قد واحد يراعي المصطلح إلى آخره وقد يتقبل الشيخ مني هذا الشيخ وقد لا يتقبل ولا مشاحته ولا إن شاء الله يعني خلاف لا يوسد في الود قضية إن شاء الله سؤال الثاني أين الأثر الأثر موجود في البحث لكن ليس كل ما في البحث يقال يعني مثلا في قضية من أقر على نفسه بالسرقة وجاء للمعتصم وجمع الفقهاء بمحضر من الناس وهذا قال أنه تقطع يده من الكرسوع وبعضهم من العضد إلى آخره إلى أن الإمام بعد إلحاح المحتصم أدلى بدلوهي والإمام قدم الحج على ذلك فأمر المحتصم أن يعني يعمل برأيه هذا أثر من الآثار كذلك لما قضية قطاع الطرق الذين قطعوا الطريق على الحجاج وسلبوا ما عندهم ثم أمر الخليفة بأن يلقى القبض عليهم وبعد إلقاء القبض عليهم أيضا نفس القضية جمع الفقهاء ماذا نصنع بهؤلاء وكلهم أفتع بما يراه لكن الإمام صلوات الله عليه بعد أن ألقى الحج والبرهان أيضا خطأهم المعتصم وبالتالي عمله بحكم الإمام هذا طبعا ليس فقط للمحتصم وليس فقط للجالسين وإنما هناك قنوات إعلامية تنقل هذا الحدث إلى الناس وبالتالي يترتب الأثر وهو تصحيح التفكير في مجال الفقه والعقائد وغير ذلك أما السؤال الثالث شنو دكتور؟ فقط اثنين وأسأل الله لكم التوفيق ولي إن شاء الله أسأل الله لكم التوفيق والسداد في قابل أيامكم كان هذا هو حقيقة البحث الأخير لأن البحث الذي الدكتورة الكريمة بسبب عارض صحي اعتذرت عن الصعود للمنصة ونسأل الله أن يوفقكم ويوفقنا وأن تكون هناك جلسات بحثية مكملة لهذا الأسبوع في مؤتمراته القادمة وأن يوفق الباحثين في أن يوسعوا مدارك أبحاثهم وأن تكون هذه الأفكار منارا للباحثين في قابل الأيام نسأل الله أن يغفر لنا ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بجيم الجود جت فجل اسم دعاك به إله الخلق متحى ومن واو الوفاء شققت دربا لمن كدحوا إلى الرحمن كدحى ومن ألف الإباء رسمت نهجا غدا لفريق رفض الظلم منحى ومن دال الدماثة شت ركنا بدى لمحاسن الأخلاق صرحا تقي قانع زاك جواد ينوء بها بليغ القول شرحا مدحتك يا ابن سلطان البرايا وجئت اليوم أتل المدح صدحا الآن لم يتبقى سوى ختاميات هذا المؤتمر المبارك والذي زاده بهج وجود حضراتكم ووجود هذه القامات العلمية يتفضل السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة جناب السيد مصطفى ضياء الدين لتكريم بعض الباحثين نستقبله وإياكم بالصلاة على محمد وآل محمد يتفضل الأستاذ الدكتور وليد عبد الحميد الأسدي لاستلام شهادته مشكورا الأستاذ الدكتور فاضل محسن الميالي فليتفضل مشكورا الأستاذ الدكتور نعم عبد الصمد الأسدي فليتفضل مشكورا تمام الأستاذ المساعد الدكتور جبار محارب عبد الله فليتفضل مشكورا الأستاذ الدكتور كريم نوماس المدني فليتفضل مشكورا تتهيأ الأستاذ الدكتور كوثر هاتف كريم فلتفضل مشكورا إذا كانت موجودة الأستاذ الدكتور هدى صالح محمد فلتفضل مشكورا إن كانت موجودة نعم موجودة وإذا كانت موجودة لا جزيلا لجناب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يؤجره عفوا على ما يبذل من جهود كريمة في سبيل إحياء ذكر محمد وآل محمد يتفضل الآن الأستاذ الدكتور رياض العميدي رئيس جمعية العميد العلمية والفكرية لتكريم بعض الباحثين نستقبله وإياكم بصلاة محمدية علوية بأرفع أصواتكم الباحث الأستاذ حسين جويد موسى فليتفضل مشكورا إن كان موجودا مدرس الدكتور أفوا مدرس الدكتور أمل حمودي رشيد فلتتفضل مشكورا الأستاذ الدكتور نعيد الذكر الأستاذ الدكتور نعم عبد الصمد الأسدي فليتفضل مشكورا المدرس الدكتور المدرس الدكتور حسين علي جبر فليتفضل مشكورا دكتور مدرس الدكتور كل شكورا كل شكورا كبير الامتنان وموفور المودة للاستاذ الدكتور السيد رياض العميدي رئيس جمعية العميد العلمية والفكرية يتفضل الآن الأستاذ الدكتور كريم ناصح حسين مستشار جمعية العميد العلمية لتكريم بعض الباحثين نستقبله وإياكم بصلاة محمدية عالية اللهم صلي على محمد وآل محمد الباحثة سندس سعدون الشمري فلتتفضل مشكورا إن كانت موجودة نعم شكرا الأستاذ الدكتور علاء جبر محمد الموسوي رئيس الجلسة فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد الأستاذ الدكتور شوقي مصطفى الموسوي الذي كان مقررا لجلسة اليوم التي ألقت فيها هذه الأبحاث فليتفضل مشكورا وأنا خادمكم عمار الخزاعي كل الشكر وكبير الامتنان إلى الأستاذ الدكتور كريم حسين ناصح نسأل الله سبحانه وتعالى له طولة العمر والعافية كل الشكر وكبير الامتنان لكم أحبتي جميعا على حضوركم البهي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم إخواني التنبيه لهذا الموضوع نبهوني بأنه يتوجه الجميع الآن إلى مضيف الإمام الحسين عليه السلام للتبرك بوجبة العشاء لأن هناك أدوار وهي متسلسلة والدور الآن للمؤتمر فالذي أرجوه من جنابكم الكريم جميعا التوجه إلى مضيف العتبة العباسية المقدسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر